شاد فوق أراضيها حوالي ستمائة ألف لاجئ من عدة دول مجاورة ومع نشوب الأزمة السودانية مؤخرا سجلت شاد لجوء حوالي عشرين ألف شخص فروا من ويلات الحرب الدائرة في السودان هذا الوضع الجديد ومع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة في ظل المرحلة الانتقالية الثانية دفع بمنظمة الأمم المتحدة للتحرك من أجل دعم شاد لمواجهة كل هذه التحديات فزيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا عبد عباري ولقاؤه مع رئيس الجمهورية الفريق أول محمد الدريس ديبيتنو تأتي في هذا السياق وخلال اللقاء ثمن المبعوث الأممي عاليا جهود شاد في إيواء اللاجئين وأعربا لرئيس الجمهورية عن تضامن الأمم المتحدة ووقوفها مع الحكومة والشعب الشادي للتعامل مع هذا الوضع الإنساني الجديد كما تطرق اللقاء بين رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي إلى سير المرحلة الانتقالية وبحسب عبد عباري فإن خطوات ومواشرات سير المرحلة الانتقالية الثانية مشجعة هذا وفي ختام لقائه مع رئيس الجمهورية قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا عبد عباري إن الأمم المتحدة خصصت مبلغ ثلاثة مليون دولار لدعم شاد للتعامل مع تدفق اللاجئين السودانيين وأكد أنه التقى بالشركاء الدوليين الذين أبدوا استعدادهم لدعم الاستجابة الإنسانية وأعرب عبد عباري عن ارتياحه من التقدم المحرز في العملية الانتقالية وأشهد بسياسة اليد الممدودة لرئيس الجمهورية وقال إن الخطوات التي خطتها شاد بهذا الاتجاه مطمئنة وتدفع الأمم المتحدة لتشجيع جميع الشاديين من أجل تجاوز كافة التحديات لتكون شاد أكثر وحدة وقوى وتضامن هذا وقد أكد المبعوث الأممي دعم الأمم المتحدة الكامل للمرحلة الانتقالية في شاد وعليه فقد أرسلت الأمم المتحدة بعثة قبل أسابيع أجرت مباحثات مع مختلف الفاعلين وأحصت احتياجات شاد وذلك من أجل تقديم الدعم لشاد سواء الدعم المادي، اللوجستي أو تعبئة الشركاء الآخرين